أحمد عارف بيقول إنك تعيش بثوب الغالب للمغلوب أن تنطلق سخرج المودن لأن تنحني بظهر مجلودن أن تبصد كفك عالياً فالعليا خير من السفلة بيكلم مين؟ بيكلم الإخوان أن تسري الروح في الجسد حاملة الفأل الصالح لأن تتعزى بعين الفاجر والمستبد والطالح ده مين اللي بيقول؟ ده واحد سجين إخواني إيده ملوسة بدماء زكية دماء المصريين بيتكلم بيقول إني رأيت وقوف الماء يفسده إنسان طال وإن لم يسا لم يطلبي بيقول في الآخر وأتم الثورة لله وأتم الثورة لله يعني إيه؟ يعني هو عايز يقول إن الثورة ده زيه زي ركن من أركان الدين وأتم الحج لله وأتم العمرة لله وأتم الصيام لله وأتم الصلاة لله ده أنا أتهمه بأنه تجاوز شراط قاعدين هناك بيتسكعوا على شواطر إسطنبول والآخرين هناك قاعدين غلمان عند تمين في قطر وضحكوا على الشباب وضحكوا عليكم وإنت موجود في السجن دلوقتي هم بيجهدوا في سبيل الشيطان وأتباحهم بيجهدوا في سبيل الدولار وإنت بتجاهد في سبيل الباطل كلكم على باطل كلكم على باطل ونداءك وتحريضك بيضعك قولا واحدا تحت مساءلة القانون وأنا بقول لك مصر فيها دولة فيها قانون فيها مجتمع بيلفظكم بيرفضكم وإن غدا لنظره قريب اشتركوا في القناة